أهلا بكم مشاهدينا في فقرتنا التالية اللي بنصبح فيها على الأشقاء والإخوة في الجزائر الحبيب هذه العلاقة المختلفة كليا ما بين الجزائر وفلسطين واللي بتتمثل بتضامنهم الدائم معنا وكمان كلمتهم في كل المحافل نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة وبالفعل تحية لأشعب الجزائر اليوم نتحدث عن شراكة وتعاون واتفاقية عمل مشتركة بين اتحاد نقابات عمال فلسطين واتحاد نقابات عمال الجزائر يحدثنا عن تفاصيل هذه الاتفاقية والتعاون من أجل حقوق العملية لكل من الشعبين أستاذ شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين يستاذ صباحك يستاذ صباحكم صباح الخير صباح الخير طبق العامل الفلسطينية والجزائرية والشعب الجزائر والشعب الفلسطيني وكل الشعوب العربية يعني كانت هذه صحيح كان استقبال واتفاقية يعني صعب الواحد يتحدث عن مدى انتماء هذا الشعب وطبقة العاملة للشعب الفلسطيني انتماءهم انتماءهم ما بحكي عن حبهم للشعب الفلسطيني ايضا انتماءهم للشعب الفلسطيني وقضاياه لحرية فلسطين لكيف تتحرر فلسطين كيف استعداداتهم لدعمنا على كل المستويات وهذا قرارهم قرار يعني بتلاحظ وتشوفه انه نابع من قلبهم ومن ضميرهم ومن وجدانهم والشعب الجزائري باكمله لا يزال يردد مقولة الرئيس هواري اوب ميديان انا مع فلسطين ظالمة ومظلومة يعني ما في عندهم ما في عندهم فيش عندهم غير هذه القاعدة لفلسطين يعني كتير يعني باعتزوا بقيادتنا الفلسطينية بالزيارة الاخيرة للرئيس ابو مازن اللي هي كانت زيارة تاريخية للجزائر كيف استقبلوا الرئيس ابو عمار باعلانه لدولة فلسطين عام 88 في 15-11 عندما اعلن الاستقلال دولة فلسطين او اعلان الاستقلال من الجزائر كيف كانوا يحتضنوا الثورة الله يرحمه عبدالفتاح حمود اسمعنا اسماء يعني الواحد قداش له بفتح يعني اسمعوا لي بديش الحركة النقابية هي اساس قداش له بالحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الاول مرة اللي نسمع اسماء مناضلين فتحاويين فلسطينيين في الجزائر كيف انه كيف بالمطارات والاستقبالات بيكون حد عن جبهة التحرير الجزائرية بيستقبلك بقولك انا جبهة التحرير الجزائرية يعني انتو فلسطين هي انتو كذا انتو بتشرف يعني كلمات يعني بتعبر عن انتمائهم وصدقهم وهذا الحب والانتماء تمثل بهذه الاتفاقية المهمة جدا استاذ شهر انتحدث عن هذه الاتفاقية التعاونية ما بين اتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والتحاد العام لنقابات عمال الجزائر وابرز ما جاء فيها هي الاتفاقية يعني اولا التعاون المشترك في دعم قضية فلسطين في المحافل الدولية والمحافل العربية ودعم بقصد القدر كل ما نريده نحن كفلسطينيين يعني هم راحين نستقبلوا الاجتماع القادم من الاتحاد العربي للنقابات اللي راح يكون في الجزائر وراح يكون في هناك بيان بمستوى المؤتمر وبمستوى الجزائر لفلسطين بدعمهم كل القضايا ايضا اتفقنا على تشكيل وفد مشترك للتوجه للاتحاد الدولي لنقابات العمال في بروكسل ومطالبته بدرورة الاستمرار بالضغط على غرار كما تذكر الرسالة اللي جاءتنا من الامين العام لاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم وامين عام اتحاد نقابات اوروبا بمطالبتهم للرئاسة الاوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين كيفية العمل على ان يكون هناك اعتراف رسمي من هذه الدول الاوروبية لما يربط الجزائر ايضا من قوة مع الاتحادات الاوروبية كثير يعني لهم علاقات قوية مع الاتحادات الاوروبية اتفقنا على تشكيل هيئات مشتركة كيف نعزز من اصل التعاون ومن اصل يعني نعمل مع هذه الاتحادات على اساس ان تكون اداة ضاغطة على الحكومات في اوروبا وعلى دولها من اجل الاعتراف بفلسطين كدولة كدولة يعني على غرار السويد اخذنا تجربة السويد كيف صار في السويد كيف السويد تعترف يعني في الدولة الوحيدة في اوروبا اللي بتعترف بفلسطين الباقي صحيح انهم عندهم في موثليات ممكن دبلوماسية كاملة لكن الاعتراف لسه لا يزال كيف نطالب انهم يحدوا حد بالسويد وهذا يعني من ضمن النقاشات اللي كانت مطروحة كيف ايضا عمليات التطبيع كيف التلهرول الى التطبيع وكيف مقاومة التطبيع يعني في وإيقاف ذلك يعني والنداءات اللي صدرت بشكل مشترك بيننا وبينهم انه يا عمي هذا الموضوع بأثر يعني بدمر القضية الفلسطينية هذا لا يساعد على ان يكون فيه هناك استقلال للشعب الفلسطيني ودولة فلسطينة مستقلة والقدس هذا كل هذه القضايا نوقشت بالكامل ايضا كيف نستفيد من خبراتهم انتوا بتعرفوا الاتحاد العمال في الجزائر كان هو الداعم الاول للثورة وضد الاستعمار الفرنسي وكلنا منعرف لما كان فيه عناك كان مئات الالاف من العمال الجزائرين بيعملوا بفرنسا كيف كانوا يتبرعوا برواتبهم كاملة للثورة الجزائرية لذلك أستاذ شهر عندما نتحدث عن هذه الاتفاقية وهذا التعاون نحن لا نتحدث عن حبر على ورق وانما نتحدث عن خطط عمل مشتركة وسيتم تنفيذها يعني كيف ستسهم كل هذه المخططات في صنح الحقوق الاجتماعية وايضا النقابية والعمالية للعمال في كل من فلسطين والجزائر يعني على سبيل المثال فيه كثير من تعديلات مواد قانون العمل الفلسطيني كيف نستعين في القانون اللي صدر عنهم جديد في القانون العمل الجزائري كيف نستفيد من هذا الموضوع تحدثنا في هذه الامكانية عشان تطوير هذا اللي يكون من ضمن خلينا نحكي قراءة أو مواءمة مع اتفاقيات العمل العربية والدولية في هذا الصدد ايضا التدريبات كيف عندهم خبرات وعندهم خبرات كبيرة جدا في المعاهد الفنية وهم على استعداد انهم يستقبلوا ويساعدوا في استقبال عدد من المهنيين انهم يتدربوا بالمجالات المختلفة يعني راح يكون في اجتماع اكيد يعني مع معالي وزير العمل راح اطرح عليه كل هذه القضايا اتحدثنا مع بعض عن هذا الزيارة واللي كيف نشوف كيف يستفيدوا منها وخاصة يعني انه كان في الاجتماع ايضا مع اخوة فلسطينيين صح انه الزيارة كانت قصيرة وهم تحدثوا انهم هم بحاجة انه يكون في هناك اتفاقيات لتنظيم مهني لمهنهم مثلا زي المهندسين زي الأطباء حكوا معانا في هذا الصدد انه بحاجة هم انه كيف تتنضأ انا بحكي لي بالجزائر اللي موجودين في الجزائر في حوالي 8000 فلسطيني موجودين في الجزائر وهم بحاجة لمساعدة مهنية كيف ياخدوا رخص من قبل الجزائريين كيف نساعدهم في هذا الموضوع تحدثنا في هذا الموضوع ونقلنا هذا الموضوع ايضا لاتحاد نقابة عمال جزائر هم ما في عندهم اي مانع بس يكون كله بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية والوزارة العمل الفلسطينية على اساس نساعد يعني الاخوة الفلسطينيين نعزز صمودهم وانت بتعرفوا في منهم مولودين في الجزائر يعني في مهندسين مولودين في الجزائر ودارسين في الجزائر ايش الواحد بيفتخر انه شوف يعني الشعب الفلسطيني بهذا المستوى اللي موجودين فيه في العالم ايضا المرأة تعزيز المرأة احنا بنعرف فيه شوية ممكن فيه تطوير للحقوق المرأة بشكل كبير جدا في المغرب العربي وهذا يعني بنسجم مع الواقع اللي موجود عندنا بفلسطين كيف نطور العمل المشترك ما بيناتهم كيف اتفاقيات العمل الدولية بالنسبة للصحة والسلامة المهنية يعني هم بقولوا انه من خلال عملهم من خلال يعني اجراءاتهم من خلال قوانينهم انه مثلا اصابات الخطيرة غير متواجدة غير موجودة انتو بتحكي احنا عن الجزائر قارة يعني قارة فيها بحدها سبع دول يعني وعندهم خبرات كبيرة وعندهم مجال كبير جدا كيف ضابطين العمل والطبقة العاملة الجزائرية بشكل يعني كبير جدا سيد شهر هذا تحديث تحديدا ما ستقوبون به خلال جدوى الاعمال يعني خلال العام القادم من تنظيم لتبادلات ورشات ممكن نستفيد منها نحن كعمال فلسطينيين بما يتعلق بالامان والسلامة وايضا تطوير الخبرات نتحدث عن وذكرت في البداية عن موضوع يعني مؤتمر وتحضيركم لمؤتمر عربي هل سيكون هناك دول عربية اخرى تحدو حدوى الجزائر بتوقع اتفاقيات جديدة اكيد كان فينا ايضا قبل اسبوع في تونس وكان في تونس يعني احكي بصراحة استقبال مشرف للاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين لفلسطين لما بتحكي انت في تونس قبل اسبوع ايضا بصراحة كان عدد اعضاء المؤتمر والحضور بحدود الالف الالف كانوا لابسين كوفية الفلسطينية كانوا حاطين العلم الفلسطيني والعلم التونسي بكل يعني فخر وكانت قضية فلسطين هي الابرز في مؤتمرهم هذا موقف الرئيس قيس سعيد تجاه فلسطين والقضية الفلسطينية ايضا صحيح والله يعني انه يعني احكي لك يعني احنا نفتخر يعني حتى الاتحادات المغربية يعني بديش انا اقلل بالعكس اتحادات المغربية حتى المغرب انا بقى الصدع المغرب كمغرب يعني هما بشكل واضح دعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني وايضا مقاومتهم للتطبيع والهرور للتطبيع وهذا يحكيوا بشكل علني ما بيغجلوا من حد ما يعني في اتحادات في عدة اتحادات في المغرب في اتحادات انشئت من اجل منظمة التحرير من اجل حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح زي الاتحاد بسموه اتحاد الشغل الدموقراطي علاقتهم معنا كفلسطينيين في هذه علاقات يعني تاريخية الفضل لقيادتنا كيف اقدر تنسج هذه العلاقة وكيف اقدر تتحافظ عليها واحنا اجينا نكمل بتوجيهات الرئيس اللي كانت الاخيرة في المجلس المركزي كيف نكثف نشاطاتنا مع الاتحادات المثيلة لنا ان كان عربيا او دوليا وهنا الحمد لله عمالين من ننجح واتأكد يعني ان شاء الله يعني انه خلال فترة قادمة راح يكون في ان اتفاقيات ايضا مع اتحادات عربية اخرى وايضا اتحادات دولية اخرى وخاصة التحرك اللي راحين يعني يتحركوا على صعيد كل الاتحادات الدولية ونساعد ونساهم في يعني في على الاقل فضح ممارسات هذا الاحتلال الفاشي اللي قاعد يوميا كيف القتل هاي مبارح تلت تلت اطفال فلسطينيين تلت فلسطين قتلوهم وعمليات القتل اللي بتصير بشكل يوم بصدقني بدها عمل اكبر كيف يعني بصراحة مش الكل بعرف عن هذا الموضوع لما احنا بنصير نبعث لاتحاد النقابات في مجريات الامور هون نحكي لهم ايش بيصير ايش بيعمل الاحتلال من ارهاب ان كان مستوطين ان كان من قتل بدون اي مبرر عامل امبارح كان خافيت عن مخيم جنين قتلوه يعني هم مستهدفوا الجميع يعني كل مستهدف اي واحد فينا مستهدف لازم نفضح كل هذه الممارسات لازم نعلمهم لازم نحكي لهم انتو بتحكي احنا عن 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 انتحادات قريبة جدا النا بديش اقول بتلامس كل يعني قضاينا الوطنية وبس ومشاعرنا بالعكس هم جاهزين انهم يساعدوا جاهزين انهم يعني يدعموا ويروحوا معك الى جانبك في كل المحافلة الدولية ويساعدوا في هذا الموضوع وهذا نفس جديد جدا شفناه واكيد في الاتحاد لما بدأي نعقد الاتحاد العربي للنقابات فيه هناك راح يكون راح يكون 18 دولة عربية موجود 18 دولة عربية واكيد راح يتوجه دعوة رسمية لهذا الاتفاق طبعا راح يتوجه دعوة رسمية للرئيس انه يجي يلقي كلمة في افتتاح هذا ال هاك اتفقنا طبعا الرئيس هو بيقدر يحضر بيشرف الحركة النقابية العربية بيقدر بيقدر ينتدى بحد بس ان شاء الله عن قريب راح راح اتسلم الدعوة نفتورين كثير سيد شاهر بهذه الانجازات وهذا العمل مهم جدا لتثبيت القضية الفلسطينية وتثبيت عمقها الفلسطيني العربي وايضا الاتجاه نحو العالم شكرا لكم جهودكم يا سيد صباح شكرا لوقتك